اها تحليه اجدته اذا اردت المزيد من اللون يجب أن تكون مزيدا سوف اغزال تحليه يكون قادقة لن تقطع بسهولة ونرى تسلام هل تريدون أن تعرفوا كيف تجربت هذه التحليه المكون عجيب ومقادر بسيطة بسيطة جدا ما عليكم إلا أنكم تدخلوا وتشوفوا الفيديو من اللولتة الأخر ويالله بنا السلام عليكم كديري لابس عليكم كانت تمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن أحوال جيت نتقسم معكم واحد الفلون أو واحدة تحلية اللي هي هائلة جدا مكونات بسيطة بالنسبة الناس يعني اللي قالتني في البيت إلا عندك شي بنية بسيطة تعلميها هكا الطبخرة غير هي تقدر تسويب لك هذا الفلون وتنجح فيه بامتياز لأنه سهل جدا مكونات جد بسيطة ومتوجدة في جميع البيت وشي حاجة اللي تطب في المدق وحتى في المنظر ديلا كما كتشوفوا معا ديجا بديس كان قطاع ذاك البندومي هو عندي هذا من الدقيق يعني الكامل عندي ربعة ديال ثلاثة لتخنش من هذا واحد لا تخنش من من الآخر مهم بالنسبة لكم كتستعملوا أي حاجة عندكم كتستعملوها في الدار الناس اللي ما عندهم شهد لبان المي أو هاد اللي تخنش تعله بان كون بلي كيستعمل البابا ديال الخبز اللي عنده غير ما تكونش تعش سعير ولا ما تكونش اللي فيها بزاف النخالة لأنها ما ما كتجيش زوينة إلا كان عندكم يعني دقيق الخبز ديال السميدة أو الدقيق ديال فورس غدي تستعمله غدي تقطعوه إلى مربعات رقيقة زيدا وحتى إلا كنتو بغير نتحنو شوية غدي تطحنوه مهم بالنسبة لي مع هاد الخبز ديال اللي ببادية اللي رهيفة فقطعتو إلى مربعات صغيرة كما كتشوفو سنقطعوه على هاد الشكل هذا كل هو من طبيعة الحالة نقطعوه هادوك الأطراف اللي تكونوا قصحين لأنه هادوك ما غديش يتسربوه ليا للخريط اللي غدي ندير وكنستمر باش نقطعوه بس طريقة هادي وفي إطار هادوه 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 الواباء ديال كوفيد 19 والناس اللي قاسين في الديور تنقول لكم ما تقنطوش جعلوها مناسبة أنكم يعني تسلو الرحم ما بيناتكم الزوج والزوجة والأولاد تعطيوه وقت لبناتكم يعني بعيدا على ضغوط العمل وبعيدا على الفيق الذكري والجراء وهذه هذه مناسبة وهذه فرصة الله سبحانه وتعالى كبن أنه وعطاها لنا باش يرجع ذاك التآلف الأسري وترجع ذاك الدفء الأسري من جديد والناس اللي مكنوش كيعطيوه القيمة للدار يكتشفوا القيمة للدار دابا فإن شاء الله بحول الرحمن إن بعد العسر يسرى إن بعد العسر يسرى فالله سبحانه وتعالى يعني قال هاجوش تمرت فأكيد أنه بعد العسر سيأتي اليسر هنا شوية دي الصبر وكما قلت لكم خودوها مناسبة أنكم ترتاحوا وتشبعوا الناس وتعالفوا بناتكم كما قلت لكم سأرجع للوصفة ترتاح خمسة ديالبيضات بحجم متوسطة ماشي كبار بالنسبة لليه عنده الكبارة غير ربعة كبار والحجم اللي يدارتاني يا رغي متوسطة سنطربهم غير بالطراب اليدوي فقط زيت عليهم 90 غرام السكر حبيبات وقد نستمر على الطراب غير لكي يدو بليه داك السكر لا نعييره مثلا بشيط العلبيض بحلبية ودروشي كيكا يعني غير كي تخلطوه هنا غير كي تخلطوه سنزيد جسة الشيات السكر فانيليا أو جسة الشيء للسوك فانيليا اللي عنده السائلة غادي دين معلقة كبيرة باش هادك لوقوت على فاني يبان فتح لي هادي وكنستمر على الخلط باش سكر مع الفاني يجبوا لينا هنا عندي 500 ميلي لتر تالي حليب حليب عادي مشيدا في خرش تلاجة نسف لتر من الحليب نزيده على البيض ونبدأ نطرب ونخلط حتى ينسى خالطة البيض مع الحليب عملية سهلة جدا يعني بنت صغيرة عشر سنين ستصيبوا وكما قلت لكم بنجاح سوف نزيد الكاس اللي كنت ديره فيه الحليب عادي نعمره من الخالط نادي الخالط عادي نقص منه تقريبا جهة كاس معامر هانتم ما كتشوفو وغادي نخلي ما تبقى من الخالط باش غادي ندير فيه هذا الخبز اللي قطعت نرطبها فيه وكما قلت لكم بالنسبة للناس اللي لديهم شهاد لامي هذه مناسبة انه الباب اللي يخيد الدرالة اللي يكون تاكله مكيبه لوهاش جمعها ولكن تكون رطبها لا تكون قصحة وإلا كانت قصحة واحد شوية تحنيها واحد شوية يعني ماشي بالزفتة اللي بودرالة واحد شوية وغادي ترطبها في هذا الخليط البيض عادي نخليها تقريبا واحد لمدة من 10 حتى 15 دقيقة حتى نحسو بالخبز تشرب لنا هذا البيض وعادي نرجع باش نكمل التحليط صافي كما شفتوا معايا هذا الخبز كل اللي دارت او ديك اللي بابا تشرب لي هذا البيض المول اللي وريتكم بالنسبة للمول كدير اي مول عجب كم هنا من بعد ما طيبت الكراميل بالنسبة الكراميل قمت فيه 20 أو عفوا قمت 50 ملي لتر تعلم و قمت 50 جرام سكر 50 ملي لتر تعلم 50 جرام سكر قمت فوق البوط يعني فوق البوط العفية مهيلة كثير وخليت هم كنحرق متحجا يعني طب رأسه لان هو فيه لما غديش نخافه انه يتحرق لنا كما كتعرفوا بالليل الكراميل ضغية كي يجمد ولكن ما لان هو باقي غدي تخلي الفران وغدي ياخد الحجم تاع الفران اللي غدي نديرو فيه كنديرو في القاعر تاع هاد المول اللي اختاريت هاد المول اللي غارق شوية بغيتو مول دائري كتديرو اي مول بغيتو مهم كل واحد كيدير هاداك الشي اللي عندو ما ما كتتحددش يعني اللي ما كتتحددوش المعنى او الوسائل اللي كنخدمو بهم كنخوي هاداك الخبز مع الخليط ضيال البيض فقط هاداك الكراميل وكن نرجعو لهاداك الخليط اللو اللي حيت باش كنديرو من الفوق كنخوي بشوية بشوية باش يكون الفوق يعني ما يهبط شقع صافي هن من منصبال الفران راديج اشعلته سنهز واحد الصينية اللي درت فيها الماء تيكون يعني سخون وكن نحط في وسط هاد المول كنديرو فالفرن وغطيه على المول بواحدة واخرى هانتم ما اللي خرجتم الفران يعني كما كتشوفو تغلع يعني غزال يا سلام شي حاجة زوينة طفل ماداق لانه مشي اول مرة نديرو شي حاجة غزال الطب وانشاء الله غني نتلقو ماداق هانتم ما كما كتشوفو معي نزلتو في واحد اللصيات بوما كي ما يلصق ما التحجا هانتم ما عادي تشوفو هانتم ما ما مالصق موالو دريح يتوب كل سهولة كنت بدنا الاقتراح دي اليوم يعز بكم وكم ما عرفتوا دي من نجيب لكم الحاجة السهلة والبسيطة والجديدة من طبيعة الحال لن وغير المكلفة فتنظن انه اقل اقل شكر غد تقدموا لي هو انكم ادعموني بالاشتراك في القناة وبالبرتاج وبلايك وبشي تعليق زوين والله يدخل عليكم ان شاء الله رمضان الصحة والسلامة والسلام عليكم ورحمة الله